أهلا بكل حضراتكم مرة تانية هناخدكم بقى من الفاصل لمقر أهل الجزيرة مباشرة حيث تتواجد زمالتنا العزيزة مريم سميح اللي هتعرفنا آخر الأخبار والمستجدات صباح الفل عليك يا مريم اتفضلي صباح عليك يا كريم وصباح عليك يا نهوند وصباح لكل مشاهد قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة هيكون معنا فيها كل الأمور والمستجدات المتعلقة بالفري الأول لقرة القدم وأيضا يعني بعض الأنشطة المختلفة من داخل المقر الرئيسي طبعا البداية يعني هتكون مع الفري الأول لقرة القدم عقب فوزه يعني المستحق على نازي الداخلية مساء أمس في دور الستاشر من بطولة كأس مصر للنسخة الحالية عشرين اتنين وعشرين عشرين تلاتة وعشرين واللي أقيمت أمس طبعا المباراة ما بين الفريقين على سيد الكلية الحربية طبعا أكيد بكده يكون النادي الأهلي تأهل لدور الثمانية وربع النهائي أمام نادي المصري والمباراة هتقام إن شاء الله يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السادسة مساء يعني عايزة نوه على حاجة مهمة جدا يا كريمي ونهواند الحقيقة إن كان مقرر أن المباراة تقام في تمام الساعة الثمانة مساء ولكن طبعا مع القرارات الجديدة اللي أصدرها مجلس الوزراء بالتعاون أو بالاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة لده طبعا بيأتي ضمن الخطة لترشيد استهلاك الكهرباء واللي المفروض أن هي هتبدأ بداية من الأول من أغسطس يعني إن شاء الله غدا هتكون المباراة يعني تم تقديم الموعد الأساسي لها بدلا من الساعة الثمانة مساء هتلعب في تمام الساعة السادسة مساء على ساد برج العرب بالإسكندرية ده هيكون إن شاء الله يوم الخميس المقبل والحقيقة يعني استعدادا لهذه المباراة هيقام الميران النهاردة يعني بدون راحة النهاردة التجمع هيكون في تمام الساعة الخمسة مساء والمران هيبدأ في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب مختار التتش هنا بمقر النادي الأهلي الرئيسي باق الجزيرة الحقيقة يعني هيكون طبعا في محاضرة بتصبق الميران مع المدير الفني مستر مرسل كولر وهيكون طبعا النهاردة يعني الميران عبارة عن تدريبات استشفائية ده طبعا لتخفيف الحمل البدني على اللعيبة زي ما احنا شفنا أكيد خلال الفترة الماضية كان ضغط مباراة كبير جدا ومتلاحك والحقيقة أن مستر مرسل كولر قال ده في أكثر من مؤتمر صحفي خلال الفترة الماضية وعلشان كده النهاردة هتكون يعني الميران أو الميران الرئيسي هيكون معتمد على التدريبات الاستشفائية تحديدا للعيبة اللي شاركت بشكل أساسي في مباراة الدخلية مساء أمس وهتكون كمان في تدريبات في الجيم وهيكون أيضا في جارية حول الملعب طبعا نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراة المصري في ربع نهائي كأس مصر وإن شاء الله هيكون بقى في انتظار الفائز من سواء النادي الأهلي أو النادي المصري وإن شاء الله طبعا يكون النادي الأهلي هو الفائز بهذه المباراة هيكون في انتظارهم نادي أمبي في نصف النهائي ولكن خلينا نقول لجنة المسابقات قررت أن هي تأجل نصف النهائي مع الموسم الجديد يعني مش هتكون دلوقتي خالص يمكن هتكون فيه النصف التاني من شهر سبتمبر المقبل ولكن الحقيقة يعني دي هتكون آخر مباراة في هذا الموسم بالنسبة للنادي الأهلي إن شاء الله وبعد كده بقى هيكون فيه راحة خلال الفترة المقبلة حتى النصف التاني من شهر سبتمبر المقبل يعني مش هيكون فيه ضغط المباراة ده اللي احنا شفناه خلال الفترة المضية خلينا بقى ننتقل لقطاع الناشئين الحقيقة خلال الساعات القليلة المقبلة هترجع تاني يعني أو هتعود مرة أخرى التدريبات الخاصة بقطاع الناشئين على ملاعب الأكاديمية بفرع الندي الأهلي بمدينة نصر ده طبعا بعد ما تم الانتهاء من جميع الاختبارات الخاصة بقطاع الناشئين زي ما احنا شفنا يعني يمكن على مدار الأسابيع الماضية الحقيقة كانت البداية من محافظة القاهرة طبعا وكان فيه أقبال كبير جدا من جميع المحافظات وعلشان كده زي ما احنا نوهنا خلال الفترات الماضية ان يعني الندي الأهلي قرر ان هو يروح عدد مختلف من المحافظات يعني يمكن بدأ بالقاهرة بعد كده كان فيه الأسكندرية وايضا كان فيه محافظتي الشرقية والسويس وانتهت طبعا يعني اختبارات الناشئين في محافظة المنوفية وقيمت يومي الخميس والجمعة الماضيين والحقيقة بكده بقى تكون انتهت اختبارات الناشئين وهيعودوا مرة أخرى للتدريبات بقى الرئيسية في ملاعب الأكديمية على ملعب النادي الأهلي بمدينة الناصر ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق لكل الناشئين سواء يعني اللي كانوا موجودين قبل كده في القطاع او ايضا العناصر الجديدة المميزة الحقيقة اللي تم يعني اختيارها بكل عناية وبعين اعتبار ان شاء الله بنتمنى لهم كل التوفيق ويكونوا اضافة قوية لصفوف قطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة وطبعا نشوف يعني عناصر مميزة بتضاف ايضا لصفوف الفريه الاول لقرة القدم خليني بقى ان هوندو يا كريم يعني يمكن اقولكو عن بعض الامور الخاصة بالاشتراكات الحقيقة يعني ان اعلنت ادارة النادي الأهلي انه يمكن فيه تسهيلات لعضوية فرع النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة فرع التجمع الخامس وهو الفرع الاخير اللي تم افتتاحه مؤخرا يعني منذ ما يقرب من شهرين الحقيقة ان فيه تسهيلات والحقيقة ان الادارة يعني يمكن قدمت عرض في تقسيط العضويات لمدة خمس سنوات مقبلة ده قبل طبعا يعني زيادة المستحقة او زيادة قيمة العضوية بدءا من يوم واحد سبتمبر المقبل يعني خلاص يمكن باقي شهر على زيادة قيمة العضوية فكل بقى يعني اي حد عايز يلتحق بقى العضوية الجديدة بقى الفرع الاخير بقى القاهرة الجديدة يلحق بقى خلال هذا الشهر او خلال يعني 30 يوم دول علشان كمان يحصل على يعني التسهيلات واللي من ضمنها ما اعلن مؤخرا من قبل ادارة النادي الاهلي بتسهيل يعني فكرة التقسيط على خمس سنوات ايضا بقى خليني اقول لكم ان بالنسبة للاشتراكات او تجديد الاشتراكات الحقيقة يعني منعا للتكدس في مختلف الافرع وتحديدا هنا بمقار النادي الاهلي بقى الجزيرة يعني مبنى الادارة واللي بيكون فيه تسليم العضويات الحقيقة ان هم وفروا رقم لا او على الواتساب طبعا واتساب أبليكيشن علشان يكون فيه تسهيل على الاعضاء يبعثوا على رقم 05 وحيد 88643 والحقيقة يعني يمكن انا جربت ده بنفسي بيتم الرد على الرسالة في نفس التوقيت وبرقم العضوية وبرقم اللجنة يعني بيقولولهم اذا كانت العضوية او يعني الكرنيه الجديد بقى متوفر ولا لأ علشان يعني يمكن بقى عضاء النادي الاهلي يعرفوا ده وهم في اي مكان سواء بقى في منازلهم او في شغلهم ما يضطروش ان هما ييجوا يعني تحديدا او يعني مخصوص لمقار النادي الاهلي بالجزيرة علشان يستلموا الكرنيه ولكن الحقيقة ان هما يقدروا يستفسروا قبل ما ييجوا الحقيقة ان هي خدمة سريعة جدا وتم توفيرها من قبل طبعا ادارة الخدمات وايضا ادارة النادي الاهلي والحقيقة يعني ان كل النادي الاهلي او كل اعضاء النادي الاهلي يمكن في حالة كبيرة جدا من الاريحية بسبب هذه الخدمة يمكن عايزة عيد الرقم تاني 0-5-88-6-4-3 اي حد من اعضاء النادي الاهلي يقدر ان هو يبعت رقم العضوية ورقم اللجنة على هذا الرقم وفي الواقع بيتم الرد عليه في نفس الدقيقة وبيقولوا اذا كانت العضوية متاحة او يعني يمكن الكرنية الجديد متاح ولا لسه لم يصدر بعد لان احنا زي ما احنا عارفين يمكن فيه عدد كبير جدا من العضويات فعلشان كده بيتم تقسيمهم يمكن لحد يعني النهاردة وصل هذا الرقم لحد العضوية 90 الف او 100 الف ويعني تباعا هيتم تجديد العضويات يمكن لحظة بلحظة او يوم بعد يوم تسهيلا لطبعا كل اعضاء الجمعية العمومية بالنادي الاهلي خيرا بقى خلينا نقل لكم كل الاجواء هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيرة يمكن يعني خلال الفترة الماضية تم يعني انخفاض درجات الحرارة بشكل مش بشكل كبير ولكن يعني بشكل نسبي وده اللي مشجع كل اعضاء النادي الاهلي ان هم يكون متواجدين في الصباح الباكر طبعا من هذه الايام تحديدا قبل بقى ما تعود درجات الحرارة للارتفاع مرة اخرى طبعا دي كانت اجواءنا واخبارنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيرة بشكركم جدا لكلمة لكم مرة اخرى تغطية وافية كالعادة بنشكرك عليها شكرا جزيلا يا ماري شكرا لك